أنا ملاحظ أن حضرتك يعني كل حلقة بتجيب أوراق ونصوص وكتب ومصادر ومراجع نعم نحن مصدقينك يعني على الكلام أنت ليه محتشم الله يكريمك هو طبعا الاستشهاد بالنصوص يعني نقدر نقول إيه عمل علمي أكاديمي معتبر لأنه بيخرجك من إيه من قضية الافتراء على الآخرين فأنا حتى لو كنت أنت بصدقني طب هل أنت ضامن أننا فهمت النص صح لا ممكن أكون فهمته غلط هل أنت ضامن أننا نقلت النص كاملا بسياقه لأن طبعا اقتطاع جزء من النص من سياقي قد يعطي معنى آخر سليم ولذلك إحنا في البحث العلمي بنعلم دايما الباحثين مسألة التوثيق التوثيق ده جزء مهم جدا أو نقول مهارة مهمة جدا جدا للباحث العلمي أنه أولا يرجع للكتب الأصلية المصادر الأصلية يعني مثلا أنت بتتكلم عن مش مصادر وسيطة مش مصادر وسيطة أنت بتتكلم عن مثلا الصوفية فما تقوليش فلان وفلان ده يكون مثلا معتزلي أشعاري يكون مثلا من سلفي قال عن الصوفية كذا بيهاجم أكيد أو نقل وجهة نظره هو بالضبط هو هيبقى بيهاجم أو محب سيان هل تعلم مثلا أن أنا مقدرش أنقل أرأى ابن تيمية عن ابن القيم مع أنه شيخه مع أنه شيخه ولا يمكن أنه هيفتري عليه لكن لو نقلت رأي لابن تيمية عن ابن القيم شرطيا الأول أولا أن لا يكون في كتب المتيمية ألا يكون هذا الكلام موجودا في أي شيء من مؤلفات ابن تيمية يعني تفرد في نقله عنه ابن القيم الثاني أنني لما تكلم أقول فيما نسبه ابن القيم إلى ابن تيمية ما قلش قال ابن تيمية لو قلت قال ابن تيمية معناه أنني واخد النص من كتابه مباشرة إلى هذه الدرجة الدقة العلمية فيما نسبه ابن القيم بالضبط لازم أقول كده نسبه لأن هذه النسبة قد تصح وقد لا تصح وبالتالي تخرجني كباحث أن أنا متحامل بالضبط تخرجني عن الموضوعية اللي هي نسبة الأقوال إلى أصحابها أنتوا كأساز بتعليموا الطلبة كده بقى لا طبعا لا شك في هذا وبعدين إذا كان الرأي منقول عن وسيط أيوة لا ينقل عن وسيط إلا بشروط أول شرط أن يكون الكتاب الأصلي الذي ورد فيه هذا الكلام مفقودا طب لو كان موجود أجيبه أقول للبحثاته طيب يا دكتور ده نسخة واحدة ده نسخة واحدة في في استنبول في استنبول ماتكمش شعرت مين في كامبرين حاتها برضو لازم تيجي أنا مثلا في الماجستير كان فيه مخطوطة لواحد اسمه أبو عيسى الوراق وكان أستاذي المشرف عليها في ذلك الوقت ربنا يدي له الصحة الدكتور محمد عبد الله الشرقاء المخطوطة دي هذا علم جليل طبعا في الأديان والله يعني نبثه السلام والتحايا نعم فكان المخطوطة دي موجودة في المكتبة الأهلية في باريس تمام المخطوطة دي كانت دخلة في موضوعي كان موضوعك موضوعي عن الرد على أهل الأديان والملل الأخرى منهج الجدل ضد أهل الأديان والملل الأخرى عند المعتزلة حلو استفادة من تراث المعتزلة في الرد على أهل الأديان موضوع جدد نعم ما لهم ومعلي المهم فأبو عيسى الوراق كان أحد المعتزلة ثم خرج عن الاعتزال ولكن الكتاب أبو عيسى الوراق متوفى كان متوفى 247 247 يعني كتابه ده يعتبر أول كتاب كتب في الرد على أهل الأديان بالشكل علمي موثق فلو سألت أي باحث الآن أو يطالب علم ما أول كتاب أولف في مقارنة الأديان في الثقافة الإسلامية تقولي كده على طول كتاب أبو عيسى الوراق الرد على الفرق السلاس من النصارى اسمه كده هذا الكتاب أخذ منه كل من جاء بعده تقريبا من جميع الفئات عمدة يعني عمدة ولكنه لم يحقق فكان منه نسخة واحدة في باريس فرسلته من يشتريها لي واشتريتها على حسابي في ذلك الوقت يعني كان مبلغ ألف دولار يعني مرتبة مثلا عشر شهور سنة مشتريته على حسابي الحمد لله ومعايا المخطوطة الآن نسخة ميكرو فيل مستفدت منها في البحث ولم يكن الأستاذي يقبل إلا بهذا وبالتالي أنا عايز أقول له ليه الغرض من ده يا دكتورنا؟ لأن إذا أنا قلت أبو عسى الورق قال كذا أيوة والقارئ شك في هذا الكلام كيف يقوله فلان فأنا بقول له ارجع للكتاب الفلاني صفحة كذا طبعة كذا يقوم هو يرجع والجزء والصفحة والطبعة بالضبط يقوم هو يرجع لنفس اللي أنا أشرته ليه عشان يتأكد من صحة النص لأن شوف الافتراء على العلماء قطعوا رقابهم إذا أردت أن تقطع رقبة عالم فافتري عليه الافتراء على العلماء قطعوا رقابهم لأن العالم عاش عمره كله ويرجو الله عز وجل أن يخلف مجموعة من الأقوال والأفكار الصحيحة التي توضع في ميزاني طب أنا أعدزمك بالتزام بقى أيوة طالما توسيخ بقى أنا أعدزمك من الحلقة القادمة التوثيخ ده كله نطلعه على الشاشة ده وأي كلام تجيبه نجيبه حاضر وأنا مطيع إن شاء الله وملتز لأن تعلمنا منك من أجل حاضر لها كلام صحيح عشان يبقى توثيق بقى توثيق حاضر يبقى مكتوب خلاص التفقل إن شاء الله طب جميع سواء كان كلام أو أو فيديوهات عايز أقول لي سعادتك أو حيش توثيق توثيق نعم حايز أقول لي حاضرك على حاجة كمان في موضوع التوفيق معلش يعني مهم إن أنا في الحاشية تحت في الهامش أحيانا أكتب الغزالي إحياء علوم الدين الجزء الخامس مثلا صفحة كذا تمام وأحيانا أنا بقول بقى للقراء يعني بتلاقي قبل كلمة الغزالي كلمة أنظر وأحيانا بتلاقي جنبها راجع راجع وأحيانا بتلاقي قبلها قارن أنظر راجع قارن أو بدون إيه الفرق ولون فرق أه طبعا ملهم أي حاجة نعم محباح باختصار يعني الأشهر الفرق بين بدون أنظر وأنظر لو أنا خدت المعنى وصغته بلغتي في المات نفو يعني مثلا ذهب الدكتور محمد خالد إلى كذا وألزم الدكتور مختار بضرورة أن يكون هناك فيديوهات بس ما جبتش نص كلام مين دكتور محمد خالد أقول أنظر أنظر بقى في الحالة دي كتاب كذا للدكتور محمد خالد لكن لو قلت قالت دكتور محمد خالد قمت فتح على متى تنصيصه وجبت النص هنا أقول دكتور محمد خالد على طول ما قلش أنظر يبقى ده كلامه يبقى ده كلامه بالنص وليس بالنص والمعنى وليس المعنى فقط لا بتصرف تختلف فعلا ساعتين نكتب بتكتب أرض بتصرف أقول لك إيه الاختلاف برضو كلمة بتصرف بس منحقك كباحث تكتب بتصرف إمتى بقى حط بتصرف أيوة ما هو إمتى حط أنظر وإمتى محطش وإمتى حط بتصرف بتصرف عندما أنقل النص بنصه بين علامتي تنصيص مسبوكا بكلمة قال ابن تامية أيوة وفي داخل النص في داخل النص أغير كلمات بسيطة يعني كلمات خفيفة يعني كلمة اتنين تلاتة لتغيير لفك الغموض أحيانا ومنع الالتباس أغير كلمة أو اتنين أو تلاتة في النص لكن النص زي ما هو ده من حقك من حقك من حقك بس اللي بقول ابن تامية كذا كذا وفي الآخر أقول بتصرف يعني يلي بتقرأ لما ترجع لأصل النص إذا لقيت خلافا في بعض الألفاظ أو التراكيب في داخل النص اعلم أنني تصرفت فيه تصرفت في النص وهذا التصرف يكون لضرورة علمية وليس بالمزاك وهو منع للالتباس